أكدت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله أن الدعم الملكي المستمر من خلال رعاية ومساندة حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمعرض البحرين الدولي للحدائق والدعم المستمر الذي تشهده المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من قبل المؤسسات الوطنية والجهات المختصة ساهم وبشكل بارز في إنجاح أعمال المعرض وإيصاله إلى مستويات متقدمة من حيث مجالات ومضمون المعروضات سمو أكدت أن ذلك تجسد في أعداد الزوار والمشاركين في المعرض لهذا العام وهو مؤشر يؤكد الحاجة المستمرة لتنظيم مثل هذه المتقايات السنوية للمهتمين بالزراعة دعية سموها في هذا الصدد إلى تكثيف الجهود الرامية لزيادة الإنتاج الزراعي في المملكة ليكون داعما حقيقيا للناتج المحلي ووجهت صاحبة السمو الملكي الشكر والتقدير إلى كافة المؤسسات الرسمية والحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والداعمين لمعرض البحرين الدولي للحدائق 2016 معتبرة سموها أن هذه المشاركة هي السبب الرئيسي لاستمرار المعرض بتألق وتطور طيلة هذه السنوات مباركة سموها جهود كافة المشاركين الذين بذلوا طاقاتهم ليكون المعرض جاذبا للزائرين ويكون بمثابة المرجع المتخصص للمهتمين بالزراعة ومنصة للترويج والتعريف بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ونوهت سموها حفظها الله بجهود نادي البحرين للحدائق الذي تأسس عام 1965 ودوره البارز في تشجيع الاهتمام بالحدائق وتنميتها والعناية بها حيث أشادت بالمسابقة السنوية التي تنظم كل عام والتي تساهم في زيادة الوعي الزراعي كما ثمنت سموها جهود الجمعيات الأهلية في استحداث برامج زراعية لتنمية قدرات الأشخاص دوي الإعاقة إلى جانب المؤسسات التعليمية المشاركة في المعرض والتي ساهمت في رفع مستوى الوعي للطلبة والطالبات من خلال المشاريع الزراعية في هذه المؤسسات كوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وبولي تكنيك البحرين وخلال استقبال سموها عددا من الوزراء المعنيين ومثلين عن كبار الشركات المشاركة والدعمين لمعرض البحرين الدولي للحداق بحضور أعضاء المجلس الاستشاري للمبادرة ولجنة جائزة الملك حمد لتنمية القطاع الزراعي نوعد سموها بمشاركة المزارعين في هذا المعرض وتنوع منتجاتهم وارتقائهم بطريقة عرض المنتجات مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة دراسة وضع المزارعين والسعي لإيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي تواجههم كملكية الأراضي إضافة إلى تسهيل منحهم الرخصة الزراعية ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتوفرة أسوى بغيرهم من المستثمرين هذا وقامت صاحبة أسمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة بتكريم الفائزين في الدورة الأولى لجائزة الملك حمد لتنمية القطاع الزراعي التي تم إطلاقها على هامش معرض البحرين الدولي للحداق عام 2012 حيث فاز كل من مزارع الجزيرة بجائزة أفضل مشروع زراعي والسيد محمد محسن عبد الحسين بجائزة أفضل مزارع بحريني وتم تأجيل منح جائزة أفضل الدراسات والبحوث للدورة القادمة للجائزة وتهدف الجائزة إلى زيادة الناتج الزراعي عبر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أمن غذائي نسبي من خلال الإنتاج الزراعي الوطني إلى جانب توظيف التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراع باعتباره قطاعا حيويا وتشجيع ريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته وخلق بيئة تنافسية تستقطب العمالة البحرينية المؤهلة ترجمة نانسي قنقر معرض البحرين الدولي للحدائق هذا العام قدم تجارب ناجحة وحقق ما تطبح إليه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لجعل هذا القطاع اليوم في الصدارة واليوم اللقاء الذي جمع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كان بمثابة التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لدعم هذا القطاع الزراعي وإطلاق جائزة الملك حمد اليوم كان نوعا آخر من الدعم لتحفيز العاملين على هذا القطاع لتنميته وتطويره بالنسبة لجائزة الملك حمد نعتبر إحنا من أهم الآليات التي تعتمد عليها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لخلق تنافس في المجالات الزراعية والتقين في بداية تأسيسها مع ذوي الاختصاص الحقيقة ما قصرة وكانت في مناقشات أدت إلى أن تم تحديد ثلاثة محاور مهمة نجد أن إذا دعمنا هذه المحاور أو خلقنا روح تنافس فيها بيكون إن شاء الله لها أثر إيجابي على نمو القطاع الزراعي ومن خلال هذا اللقاء أكد الحضور على دعمهم المستمر لهذه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كان اجتماع مهم وسمعنا فيه كلام أثلج الصدر حقيقة وهو أن هذا المعرض الذي بدأ قبل عقود بمعرض صغير في قاع ويتتم فيه عرض بعض المنتجات ويتقدم فيه بعض الجواز وصل إلى مستوى أقليمي وأيضا عالمي من ناحية المشاركة أمن الغذاء مستقبلا وأيضا تاريخ شعب أهل البحرين عندهم تاريخ زراعي تاريخ زراعي يعني حقيقة يعني طويل وفيه انتاجية كثيرة وفيه فلكلور كثير وفيه ثقافة بنيت على هذا المجال الزراعي فالاهتمام فيه سيحافظ على جزء مهم من شخصية المواطن البحرين صاحبة السمو في حديثها اليوم تكلمت عن موضوع الحدائق ودور التخطيط العمراني في هذا المجال ويعني اليوم احنا في الوزارة ننفذ هذه التوجيهات فكل المخططات الجديدة تحتوي على أراضي مخصصة إلى الحدائق كمتنفس إلى الأهالي في كل منطقة أود أن أشكر صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بن تبراهيم على دعمها الواضح والملحوظ لهذا القطاع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي هي تترأسه وتعمل بقوة وبإصرار وبمتابعة حثيثة للتأكد من أن هذا القطاع ينمو ويزدهر لا شك أن جائزة الملك حفظه الله ورعاه لهذا القطاع الجائزة التي يقدرها الجميع حافظ كبير لتنمية هذا القطاع كذلك ومتابعته من قبل المسؤولين ومن قبل المهتمين في هذا القطاع اليوم وتقديرا للجهود التي يبدلها القائمون على التطوير هذا القطاع تم تتويج هذه الجهود من قبل سموها أولا بغيت أشكر جلالة الملك وصاحبة السمو الأميرة سبيكة على هذه الجائزة وعلى دعم للجميع القطاع الزراعي الخاص والحكومي وكل الناس الذين شاركوا في المعرض ونهني نجاح المعرض حسنة يعني مو غريب على صاحبة السمو هذا المكرمة التشجيع المزارعين هي من قبل سنوات يعني متفتلة المزارعين والتقان عدة لقاءات في صاحبة السمو عن طريق المعارض وعن طريق الندوات أو غيره فدائما تحث المزارع على الأفضل اللقاء خلص إلى الكثير من المبادرات والرؤى التي سوف تكون تحت الضوء خلال السنوات القادمة لتلقى كل الدعم من سموها ليس بغليب على سموها أن تحتضن كل نجاح وتدعم كل جهد ونجاح معرض البحري للدولي للحدائق هو ثمرة هذا الدعم سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحري